حاجة قبل ما اطلع لفاصل السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا زي ما قلت لحضراتكم بتصدر مفاهيم مغلوطة للناس بمعنى ايه يقولك انت في المركز التالت او عايز يقولك انت مش متصدر ولا حتى مركز تاني وانا قلت في البداية الاهل طالما مش بطل لفري معاه تاني من تالت من عشر التاريخ بيقول كده على فكرة والارقام كلها بتقول كده ولكن الناس بتحول تستغل المراكز دي عشان تتكلم على المشاركة الافريقية تاني وثالت وعشر ما هي الناس بتلعب على ذاكرة السمك الناس عتنسى تاني وثالت وعشر الدول المصري اخر اربع خمس سنين اخر اربع خمس سنين بيتم حسم مقاعد الفرع اللي هتشارك في افريقيا قبل الهيط المسابقة وبتتحط معايير وبتتحط معايير يعني السناد اللي حصل ده لأول مرة واتمنى يكون اخر مرة واتمنى انه يكون اخر مرة لانه فيه فرق بالمناسبة استفادت من ده السنين اللي فاتت بس هي بتنسى هي بتنسى الاهلي شارك في دوري ابطال افريقيا بناء على المعايير اللي قالها اتحاد الكرة وبناء على المعايير اللي اعتمدها الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبالتالي المشاركة هنا ما فيهاش اي مشكلة بل بالعكس مشاركة الاهلي في دوري ابطال افريقيا بتد البطولة قيمة ومكانة كبيرة جداً ليه؟ للي أنت بتتكلم على فريق آخر ست سنين لعب خمسة نهائي دور أبطال إفريقيا لخرج من دول المجموعات مرتين ثلاثة وربعض ولا كان مركز أخير ومجمعش غر نقطة ولا ثلاث نقط بل بالعكس آخر ست سنين وصل نهائي خمس مرات فازم البطولة دي عشر مرات لما انطبق معايير دور السوبر من مصر أكتر فريق بتنطبق عليه المعايير هو النادي الأهلي فبالتالي محدش يلعب على قصة المراكز وأنا هنا مش بكلم الجمهور لأن الجمهور غصباً عنه أنا بتكلم في الجزئية دي ليه؟ لأن بسمع مسؤولين بيقولوا كلام غلط بسمع أجهزة فنية ومدربين ابتدوا يعني ياخدوا نهج كده من الصح وعلى فكرة ده ما كانش نهجوهم يعني المدربين تحديداً لما بتطلع تتكلم على معايير المشاركة الإفريقية يتبقى قاري ورق وعارف المعايير إيه يا أمه ما تتكلمش في حاجة مش بتاعتك خاصة أنت مدرب بتشتغل ككوتش فني ما تتكلمش على فكرة المعايير ومين يشارك تمهيدي ومين ما يشاركش تمهيدي لأن المشاركة هنا في المعيار الأول قبل معيار اتحاد الكورة والاتحاد الإفريقي هي الرخصة أنت ممكن تكون بطل الدوري لكن الرخصة بتاعتك لا تسمح لك أنك تشارك في أي بطولة قرية أصلاً حتى لو بطل الدورة عشر سنين فألف به أول حاجة الرخصة الرخصة النادي الأهل الحمد لله النادي المواصل الوحيد آخر خمس سنين كان معاه رخصة دائمة مش رخصة مؤقتة رخصة دائمة وموجودة في مدحف الأهل في الجزيرة تمام؟ النقطة التانية السنة دي ملف الرخص لما كانت فيه أندية هتستبعد بعد الخطاب اللي اتبعت في أول شهر ستة كانت فيه أندية هتستبعد وأندية كبيرة مش أندية صغيرة بنتكلم أندية بتلعب في شمال إفريقيا بنتكلم فريق من مصر فريق من تونس فريق من المغرب وكان فيه فريق جزائري كمان لولا أنه هو سوى مستحقاته قبل إعلان كل هذه الاستثناءات بعد كده فبالتالي ألف به بنتكلم عن الرخصة ثانياً بنتكلم على معايير الاتحادات المحلية ده مش كلامي ده كلام الاتحادات أو الاتحاد الأفريقي لما بيبعث للاتحادات الوطنية المعايير المشاركة في البطولات الإفريقية فمحدش يتكلم على فكرة هو ليه التالت بيشارك في دور الأبطال وليه ما بيشاركش كونفيدرالية وليه الخامس بيلعب كونفيدرالية والمفروض الرابع هو اللي يلعب دور الأبطال أو أي أن كان المسمايات يعني لأن التاريخ في الأربع خمس سنين كان كتير في 2017 أحد الأندية طلب من نادي آخر أن يلعب دور الأبطال إفريقيا ما كانه لأنه اسمه كبير ما ينفعش يلعب كونفيدرالية وخرج حتى بعدها من دور الـ 32 فيعني بلاش نلعب على جزئية التاريخ والمركز الثاني والتالت والمعايير ومدر بيطلع يقولك أنا إزاي ألعب تمهيدي إذا أنا بطل أفريقيا اسمع الاتحاد الإفريقي في سحب القرعة مدير المسابقات خالد نصار قالك إيه المعايير كانت إيه قالك آخر سنة مازمبي هيلعب دور أبطال من دور التمهيدي الثاني لأنه وصل سيمي فاينال سيمي فاينال كونفيدرالية الفريق الذي يلي خرج من دور المجموعات وبالتالي الأفضلية هنا لفريق مازمبي فبالتالي المعايير كلها واضحة الرخص فيها كلام كتير بيتقال دولة الخطابات الاستثناءات اللي طلعت بعد كده هي اللي سمحت لكل الفرق أنها تشارك لكن ألف به محدش يتكلم في القصة دي لأن المعايير والرخص فيها كلام كتير ممكن نتكلم فيها حلقات فهي السنة دي سنة استثنائية البعض فرحان أن الأهل مركز ثالث لكن الأهل ما بيبصش للتفاصيل دي أنا ثاني ثالث عشر مش فريق معي أنا فريق معي أكون أول وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية هيكون فيه استعادة للمرحلة السابقة ويكون فيه بطولات إن شاء الله في الفترة اللي جاية زي ما حصل ده في بطولة أفريقيا الأهل هيحاول ويحاول بنا شكل كبير أنه ينافس على أفريقيا وكمان ينافس على الدوري العام بإذن الله